عمار تقريبا أنا كنت حاضر في دولة الكاميرونية كنت مع المنتخب الوطني العكس حادث مع فيصل الذي تابع تقريبا كل مدة الكان خليني نتكلم على المنتخب الوطني الجزائري ربما الكثير تفاجأ لخروج هذا المنتخب الذي كان ينتظر منه الكثير خاصة بعد وصوله إلى الدولة الكاميرونية بسلسلة مباراة وصلت إلى 34 مباراة دون هزيمة يعني الكل كان ينتظر هذا لا وصل إلى 35 بعد مباراة سيراليون وصل مباراة 35 لكن وصل إلى الكاميرون ب34 مباراة دون هزيمة الكل كان ينتظر هذا المنتخب لكن المنتخب الجزائري استضم بربما ظروف لم تساعده كان هناك إحنا كنا حاضرين كنا أعتقد أن المنتخب الجزائري دهنيا بعض اللعبين ما نذكرهش للأسماء بعض اللعبين دهنيا لم يكنوا حاضرين في الكاميرون لا ندري لماذا هناك أيضا الملعب جابوما من سوء حظ المنتخب الجزائري أنه وقع في المجموعة الخامسة اللي لعبت مباراةها في ملعب جابوما هذا الملعب اللي عنده أرضية سيئة سيئة جدا هي أسوأ في الكاميرون وخليني نقول لك أنه تخيل أنه الملعب الملحق أرضية الملعب الملحق أحسن من أرضية ملعب جابوما يعني لو لعبوا فيها ولا لا؟ مرة تكلمت مع المناجر قلت له لو كان يلعبوا هنا خير لأنه الأرضية الملحق أحسن من أرضية الملعب ملعب رئيسي غريب وغريب جدا ربما يحدث إلا في إفريقيا ترجمة نانسي قنقر